من هذه الزيارة كما تريد نقابة الصحفين أن تكون زيارة سياحية وزيارة استثمارية يطلعون على وضع مدينة البصرة الجاذب للاستثمار والجاذب لسياحة وكذلك بعد البصرة ستكون محافظة ذيقار ومدينة الناصرية وأهوار مدينة الناصرية وضع الإعلام العراقي أفضل من كل الولدان لا تنسى أن الإعلام العراقي الآن ونقابة الصحفين العراقي هي زعيمة لإتحاد الصحفين العرب وأضوف المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي اكتمل تواصلنا مع العراق الشقيق اكتمل بعد زيارة البصرة اكتمل بعد هذه الروح الحلوة التي استقبلنا فيها من قبل محافظة البصرة نقابة الصحفيين فرع البصرة وبوجود نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد الصحفي العرب الاستاذ مؤيد اللامي تأتي في اطار التعاون المستمر مع الاخوة الكويتيين في اطار تعزيز العلاقات وتعضيدها العلاقات الاخوية على كل الاصعدة على الصعيد الصحفي والصعيد الاعلامي يتكون هذا الوفد من شخصيات اعلامية مرموقة ورفيعة المستوى يتصدى بمسؤوليتها وعلى صدارتها الاخوة رؤساء تحرير اهم الصحف الكويتية اذكر المؤتمر القمة التي اتضابته بغداد وكانت مشاركة صاحب السمو حضرة صاحب السمو امير بلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح كاحد القادة قائد العمل الانساني قائد الانسانية في المنطقة تأكيدة على هذه العواصر فيما بين الشعبين والبلدين وحضورة لهذه القمة هي تأكيد لهذه العلاقات الوشائج والرغبة في تطويرها في شتى المجالات